قَبْلِي شَدِينَةً بِكُمْ لِلْجَنَّةً مِنْ دَعِيْهِ مِنَنْ يَعْثَ الْمِنَةِ في هذه المداخلة سوف نتحدث عن مكانة العلم في فكر الشيخ الخديم أولاً، ثانياً، جهود أبنائه ومريديه في نشر العلم عبر بناء المحاضر والمؤسسات العلمية في مختلف أرجاء سنغال وفي خارج سنغال ثم في النقطة الثالثة نتحدث عن جهود علماء المريدية في التأليف العلمي حيث يوجد تراث مكتبة مريدية كبيرة جداً يشمل مختلف أنواع العلم وسنحاول أن نلخص في كل نقطة وفي الختام نريد أن نمر سريعًا على مشروع الشيخ منطقاه في بناء أكبر جامعة إسلامية في غرب أفيقيا ونسأل الله تعالى أن يمده بالعوم حتى يكمل هذا المشروع الهام الذي لا شك أنه سوف يستفيد منه أبناء هذه المنطقة في السنغال وفي غرب أفيقيا وفي موريتانيا وفي كل هذه المرازب إن شاء الله أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى مكانة العلم في فكر الشيخ الخديم من المعروف أن الشيخ الخديم أسس طريقته وبناه على ثلاثة أسس العلم النافع العمل الصالح والأدب المرضي هذه السلاسية الروحانية أو السلاسية النورانية يقول الشيخ واعلم بأن العلم والأعمال كأدب يكسبك الكمال أي أن الكمال الإنساني الكمال الروحي لا يمكن لإنسان أن يسلق إلا بهذه السلاسة لا يمكن لإنسان أن يهمل العلم ولا العمل الصالح ولا الأدب المرضي ويقول في هذا المعنى ولتعلموا بأن علماً وعمل هما وسيلة السعادة أجل ويقول أيضاً ومن نهاكم عن التعلم فنهيه إلى الضلال ينتميه ويقول أيضاً ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة اللعين المجرم في كل ما يُسِده والله جل حصيبه يوم الجزاء والوجل وهكذا استتاع المريدية كبقية الطرق الثوفية والزوايا العلمية في هذه المنطقة من استتاعك أن تساهم مساهمة فعالة في نشر العلم في المنطقة عبر ما يُسمِّه الشيخ الخديم المؤسِّس وسيلة الجهاد بالعلوم وبالتقاء يقول الشيخ في ذلك إِنِّي أُجاهِدُ بِالعُلُومِ وَبِالتُّقَاءِ عَبْدًا خَدِيمًا وَالْمُهَيْمِنُ شَاهِدُهُ وكان الشيخ الخديم يُسدِّد على أهمية التحسين العلمي في منهجه التربوي ورغم أنه طريقة صوفية أو كثير من الطرق الصوفية تعطي الأولوية لتربية روحية إلا أن الشيخ الخديم كان يُشدِّد على أولوية العلم على العمل وعلى السلوك الروحي يقول منها التبحُّر في علم الشريحة مع علم الحقيقة من قبل اغتيادات إذن اغتيادٌ مع الأذكار قبلهما من جالبات غرورٍ والنكايات ويقول أيضًا لا بدًا أختصر ويقول في وجوب الجمه بين العلم الظاهر والعلم الباطن العلم عند العلماء ينقسم لظاهرٍ وباطنٍ سرًا كُتِم ظاهره المُسلِهُ للأحوال والباطنُ المُسلِهُ للأحوال فأولٌ باسم تفقُّهٍ دُعِي والثاني عنهم بتصوُّفٍ وُعِي ثمَّ تَقديمٍ فتَلْفِقْهَ على تصوُّفٍ وجوبُه خديم جلال هكذا كان يُشدِّد الشيخ الخديم على مُريده على أهمية درورة تلب العلم وإكساب المعرفة خبل الخوض في التجربة السوفية وأما فيما يتعلق بالنُقصة الثانية جهود الشيخ المُؤسِّس ومُريديه في نشر العلم فأولًا نجد أن الشيخ الخديم استطاع أن ينشر العلم نستطيع أن نرى اهتمامه بالعلم حبر اهتمامه بالتدريس فقد كان مُدرِّسًا للعلوم الشرعية منذ بكورة حياته كان يُساعد والده في تسيير المدرسة فكان يتولَّى شؤون التعليم فيه وتجد في المصادر الذي كتب عن سيرته أنه منذ بلغ تقريبًا 15 سنة بدأ في التدريس وفي التأليف ويتجلَّى أيضًا اهتمام الشيخ بالعلم حبر تأليفه الكثير فهو لم يقتصر في نشر العلم عبر التدريس ولكنه أيضًا ساهم في إهياء العلم وتجديده بالتأليف والشرح نظمًا ونثرًا لأنه لاحظ في بداية عمره أن الكتب العلميَّة والفقهية والمراجه العلميَّة نادرة في منطقته فكان التلَب يلجَّؤون يرحلون إلى مناطق بعيدة للحصول على نُسخة من كتاب ثم بعد حصول عليه كانوا يمدون وقتًا طويلًا لنسخه فلذلك أراد أن يُوفِّر الوقت للطلبة فبدأ في حركة فيما يسمِّه هو نفسه حركة إهياء العلوم فلخَّص كثير من المطون ولخَّص كثير من العلوم كما نرى في كتب تعاليف الفقهية وتعاليفه في الشريعة وفي العقيدة وفي التصوف وفي مختلف العلوم الآلة مثل كتابه سعد الطلاب وما إلى ذلك فقد لا نُتيل في هذا النقطة لأن الوقت لا يسمع لنا بذلك وقد واصل أبناؤه ومريده مهمته التجديدية ومهمته في نشر العلم فحملوا رسالة الشيخ وقاموا بإنشاء محاضر علمية كثيرة في أرجاء مختلفة من السنغال بهدف نشر العلوم وترليس الفقهي والعلوم الغاية وعلوم الآلة وقد بلغ هذه المحاضر ممكن أن نذكر بعد المحاضر الشهيرة في منطقة توبا وفيما حوله مثل مدرسة شيخ مبكي بوسو المعروفة وهو من أعرق المحاضر العلمية في سنغال وفي توبا وقد لعبت دورا كبيرا في نشر العلم وبناء الأجيال المريدية حيث أن كثير من العلماء تخرجوا في هذه المدرسة ومن المحاضر العلمية البارزة في الطريقة المريدية أيضا مدرسة الشيخ إبراهيم بكي مدرسة الدار المعطي ومن المعروف أن الشيخ إبراهيم كان عدد الأيمن لشيخ الخديم وقد ولاه مهمة تدريس العلوم الشرعية أثناء غيبته البحرية وهذه المدرسة في دار المعطي أيضا وهذه المحاضرة لعب دورا كبيرا في نشر العلم في توبا ومن المحاضر العلمية أيضا محاضرة شيخ أخوه الأكبر شيخ برومسام درس عليه كثير من أبنائه من أبناء الشيخ الخديم مثل الشيخ محمد الفاضل وشيخ مصطفى وشيخ محمد الأمين وآخرين ومن المحاضر العلمية المعروفة أيضا في الطريقة المريدية محاضرة شيخ محمد دم بجربل وهو من كبار العلماء أسسه أو أسس هذه المدرسة بأمر من الشيخ الخديم وأمره الشيخ بتأسيسها في منطقة جربل وما شاء الله قامت هذه المحاضرة بتخريج كثير من الكوادر المريدية ومن المحاضر أيضا المعروفة في الطريقة المريدية محاضرة شيخ محمد الأمين جوب دقنا ومحاضرة شيخ حبيب الله ومحاضر شيخ شعيب ومحاضر شيخ صالح الذي بلغت على الأكبر أكثر من عشرين محاضرة في مختلف أرجاء سنقال ومنها أيضا محاضر في المسجد الكبير في طوباء مثل محاضرة دار المعارف الإسلامية الذي يرأسها الشيخ محمد الفاضي الجحطي وأيضا اهتمى الطريقة المريدية بنشر العلم عبر المؤسسات التبوية الحديثة مثل مؤسسة الأزهر الشيخ محمد المرتدار ولها مئات الفروع في مختلف أرجاء سنقال وحتى في كوديفار في كاميرون وفي نيويورك وفي أماكن أخرى من العالم ومنها أيضا مؤسسات مؤسسة مهاد الدروس الإسلامي للشيخ أحمد بن باكي جينة فاضمة وهذه المؤسسة أيضا من المدارس الحديثة لعبت دورا كبيرا في تخريح الكوادر السنقالية كثير منها لم يحتصل فقط في التدريس العلوم الشرعية ولكنها أولد جانب اهتماما كبيرا للعلوم الحديثة فتخرج منها كثير من العلماء والكوادر الذين ساهموا في تنمية السنقال مساهمة بارزة ويتجلى أيضا اهتمام الطريقة المريدية بالعلم عبر جهود العلماء علماء الطريقة في التأليف حيث نجيد أن كثير من العلماء في الطريقة المريدية قاموا بتأليف كتب في مختلف ميادر العلم سواء في العلوم اللغوية أو في العلوم البلاغة والآدب وعلوم الشريعة كالفقه والأسول والهقيدة والتصوف إلى آخرين والقائمة ويكون الوقت متسعا لقراءة القائمة الكتب التي ألفها علماء الطريقة في مختلف الموادع ولم يقصر التأليف في اللغة المحلية فقط في اللغة العربية باللغة العربية فقط هناك كثير من العلماء مثل الشيخ شعيب ابن الشيخ أحمد بنبا هو من أوائل من ألفوا باللغة الولفية لنشر العلم حيث تبعه كثير من العلماء ولخصوا المتون لتقريبه إلى الناس ولعبوا دورا كبيرا في نشر العلم وفي تقريبه إلى الأذان العوام قبلي شدينة بكل الجنة من دعي من النعافة المنة قبلي شدينة بكل الجنة من دعي من النعافة المنة